موسيقى حطى الطائرة الرئيس الإيراني محمود أحمدينجاد في مطار جون أف كينيدي في نيويورك باكيران قبل أن يسمع الرئيس الإيراني كلمات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وهي كلمات قد يكون وقعها ثقيلا على أذنيه أحمدينجاد القادم للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وجه فور وصوله رسالة للمنظمة الدولية على الأمم المتحدة أن تطلع بدور حقيقي وصحيح وأن تمدح فرصا متساوية للدول كافة وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد عبرت عن أملها في أن يصل إلى السلطة في إيران زعماء يتحلون بالمسؤولية كلينتون وفي حديث إلى محطة ABC News الأمريكية تطرقت إلى الوضع في إيران حاليا انطلاقا من الانتخابات الأخيرة التي أكدت على أنها كانت مشوبة بالغش لافتة إلى أن الذين كانوا متعاطفين مع الحكومة الإسلامية بدأوا يختلفون مع النظام وعلى ما يبدو فإن كلينتون تأمل في أن يتمكن الإيرانيون من الخروج من أزمتهم والسيطرة على نظامهم السياسي الصحفي الإيراني المعارض حامد كيناني اعتبر أن كلام كلينتون يبدو تمهيدا لاحتمال مجيء هاشمين رفسنجاني تؤشر على المعارضة الموجودة داخل النظام من نجل إزاحة حكومة أحمد النجاد والحرس الثوري وبالتالي إبعاد الهيمنة العسكرية على مفاصل الحك في إيران وهي لربما تكون بادرة أو تهيئة أجوال مجيء هاشمين رفسنجاني لإمساك الأمور من جديد في إيران لأنه يعتبر خط وسط الإدارة الأمريكية تسعى إلى التواصل مع قوى داخل إيران حسب ما أكدت كلينتون التي أوضحت أن الإدارة تجري اتصالات مع خبراء إيرانيين وهذا ما يبدو إعلانا صريحا عن دور أمريكي في تغيير قواعد اللعبة الداخلية في إيران ولا بد من تذكر اتهام طهران السفارتين الأمريكية والبريطانية بالتدخل في الشؤون الإيرانية تحريض المعارضين خلال التظاهرات الاحتجاجية على مجريات الانتخابات ونتائجها التي أوصلت أحمدين جاد إلى سدة الرئاسة مرة ثانية اشتركوا في القناة